سنة 2011 كنت في ليبيا ومن أروع وقلد الأطباق اللي كنت كان حبها هو طبق المبكبكة الليبية طبق مع كارونا بسلسط طماطم ومع كتع لحم كبيرة رتبة لديدة وتدوب في الفم هالطبق لديد وسهل في التحذير ومداق ورائع لو جربتوه مرة وحدة أنا متأكد أنكم غدين تجربوه وتعودوه أكتر من مرة فليوم عندي لكم طريقة التحذير سهلة وبسيطة مع شوية تعديلات وشوية إضافات تخلي الطبق أكتر من رائع فمن غير من طول عليكم ومن غير من شاهيكم خلونا نبدأوا في طريقة التحذير فبسم الله على بركة الله للتحذير هالطبق الرائع أول شي نحتاجوا القطع من اللحم قطع لحم لاحسن أنها تكون حجم كبير أو حجم متوسط عادي قطع لحم بالعدم أو من غير عدم المهم تكون نوعية جيدة حتى ما تاخدش معاكم وقت كتير في الطبق ونحتاجوا الفلفل حار فهذا الوصفة من الأحسن أنها تكون حارة لكن لو ما كنتوش تحبوا الحار أو الأكليات الحارة فعادي ما ممكن تستغنوا عليها نحتاجوا لقطعة طماطم مقطعة لقطعة صغيرة ونصف حبة من البصل أيضا مقطعة لقطعة صغيرة كيف ما كتشاهدوا من الأحسن تستخدموا البصل الأحمر وعندي هنا أربعة قطعة من الطماطم وضعتها في الخلاط وخلطتها جيدا حتى تحصلت على سلسط طماطم وعندنا توم نستعملوا فقط فصين من التوم والعطرية أو البهارات بهارات مشكلة والمعكرونا المعكرونا يمكن لكم تسختموا أي نوع من أنواع المعكرونا في ليبيا يسختموا هذا النوع لكن يمكن تسختموا أي نوع متوفر عندكم وآخر شيء معجون طماطم فأول شيء ناخدوا طنجرة نوضعوها على نار متوسطة ثم نوضعو فيها الزيت من الأحسن تستخدم زيت زيتون يكون قابل للطبخ لكن لو ما كانش عندكم عادي ممكن تسخدموا الزيت العادي نوضعوا قطعة اللحم وهنا عندنا طريقتين إما تحمروا قطعة اللحم أولا كيف ما عملت أنا في هذا الفيديو أو تضيفوها مباشرة ففي الطبخة أو في الوصفة الأصلية فقط يوضعوا قطعة اللحم مباشرة في السلسة لكن أنا نحب أنني نحمر اللحم أولا فيكون عنده مداق رائع في الآخر بعد ما تحمر الحم نزولوه نوضعوه على جنب ثم نضيفو نصف حبة من البصل نخلطوها جيدا في الزيت وهنا فقط لمدة دقيقتين فهنا البصل ماشي ضروري أنه يتحمر فقط دقيقتين لحد ما ينزل ويصبح لونه شفاف ثم نضيفو قطعة الطماطم اللي قطعناها القطعة صغيرة أيضا نخلطوه جيدا لمدة دقيقة أخرى ونضيفو أوراق الغار وعندنا الهيل خمس حبات من الهيل في المغرب يقولولو قعقلة القليل من الإبزار القليل من الفلفل الأحمر أو البابريكا القليل من الكركم أو الخركم عرق وعندي هنا جوج فصوس من التوم التوم يكون مدقوق أو توم مفروم والإضافة اللي تخلي الطبق رائع هو القليل من بودرة التوم والقليل من بودرة البصل أنا دائما نستخدم هاتجوج للأشياء لأنهم يخلوا الطبق دائما رائع وعندي هنا مكعب خضر وهذا على حسب ذوقكم حبيتوا تضيفو عادي ما حبيتوا تضيفو عادي ممكن تكملوا الوصفة من غيره أنا هنا استعملت فقط نصف مكعب ثم معجون طماطم معجون طماطم هنا نستعمل ملعقتين كبيرتين من معجون طماطم ثم نخلطو الكل جيدا حتى تندمج هاد البهارات مع الطماطم ومع البصل وهذا هو شكلها فضروري تخلطوها المدة دقيقتين ثم نضيفو عليها سلسة طماطم اللي حضرنا فقط أربع حبات من الطماطم نوضعوهم في خلاط ونخلطوهم جيدا نخلطو الكل جيدا كيف ما كتشاهدو السلسة تشبه السلسة الطماطم الإيطالية لكن ببهارات عربية وبطريقة تحضير عربية وهذا اللي يخليها مميزة نوضعو قطع اللحم في السلسة ثم نضيفو القليل من الملح فهنا فقط نضيفو القليل من الملح لأننا في الآخر بعد ما نضيفو الماكرونة غد نضيفو الملح مرة أخرى نخلطو مرة أخرى نغلقو الطنجرة ونخلوها لمدة عشر دقائق على نار متوسطة بعد العشر دقائق كيف ما كتشاهدو هذا هو شكل السلسة والرائحة أتخليكم متأكدين بأن هذا أروع طبق ماكرونة جربتوه نضيفو لتر واحد من الماء الماء هنا ضروري أنه يكون ماء ساخن نخلطو مرة أخرى ونغلقو الطنجرة ونخلوها لمدة عشرين دقيقة لنصف ساعة لحد ما تأكدوا من أن اللحم أصبح مطبوخ وأصبح رطب ثم هنا ممكن تضيفو الفلفل الحار أو ممكن تضيفو في الأول على حسب دوقكم ونضيفو الماء كارونة الماء كارونة هنا أنا استخدمت نصف كيلو جرام من الماء كارونة وكيف ما قلتي ممكن تستخدمو أي نوع متوفر عندكن نخلطو الكل جيدا ونضيفو الملح فممكن تضوقو السلسة أولا ثم تضيفو الملح لأننا أدفنا الماكرونة فأكيد طبق يحتاج الملح أكتر نخلطو الكل جيدا مرة أخرى نغلقو الطنجرة ونخلوها لمدة خمس دقائق فلو شفتو أن الماكرونة تحتاج للسلسة أكتر ممكن تزيدو القليل من الماء الساخن ضروري أن الماء يكون ساخن فبعد ما نطبخو الماكرونة لمدة خمس دقائق نوقفو النار ونخلوها ترتاح لمدة عشر دقائق أخرى ففي هذه العشر دقائق بعد ما نوقفو النار الماكرونة تشرب السلسة وتسبح بهذا الشكل كيف ما كتشاهدو طبق سهل ولديد وطريقة تحذير كيف ما شفتو كانت سهلة وبسيطة لكن المدهق كان رائع جدا فأكيد أنا متأكد أنكم ستجربوا هذا الطبق و ستستمتعوا به و ستجربوا أكثر من مرة فلهذا لا تنسوش تخلوا لي زر لايك ولو كنتم أول مرة بالقناة شاركوا بالقناة و فعلوا الجرس حتى توصلكم كل الفيديوهات الجديدة و لا تنسوش تشاركوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء وأنا نلقاكم في الوصفة القادمة إن شاء الله يومكم سعيد السلام عليكم اشتركوا في القناة